مو بالمناسبة السعيدة دي او بالمناسبة دي خبر سعيد دي الصغة الاهم او دي الصغة الاصح نهاردة بحسب بيان من وزارة الشباب والرياضة في اجتماع لوزير الشباب والرياضة مع ممثلي اتحاد الكورة المصري وربطة الاندية وكافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية الاجتماع ده اصفر عن ايه ها يعني هاختصلكم الاجتماع ده او تعالى اخذلك من الجزئية دي حيث وفقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الادوار التمهيدية للبطولات الافريقية بالاضافة الى السماح بالحضور الجماهيري كاملا كاملا بالبطولات الافريقية بالادوار نصف النهائي والمباراة النهائية للاندية المصرية المشاركة في هذه الادوار بالطاقة الاستعابية وبحضور جماهيري كامل للعدد أما فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف من الجمهور باستادات الكاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة لساتين عشان دي بس أنا أقول لك السيغة السليمة الاتفاق تم أنه يبقى في 30 ألف مشجع باستادات الكاهرة وبرج العرب بقى الاستادات عشان هي أصغر هتبقى بالساعة الكاملة الله على أن تقوم الجهات التنفيذية للإتحاد الكاهرة الأندية ضابط الخاصة بالتوعية الجمهورية الخاصة لحضور المباراة وضابط السلوك الجميل ووفقاً لأحكام القانون وتقدم مزار الشباب وليادة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تسكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهود حسيسة وملموسة في هذا الشأن من أجل الارتقاب بمنظومة الرياضة المصرية وبناء عليه إن شاء الله نهاي دوري أبطال أفريكا بالساعة الكاملة الأهلي والترجي نهاي الكونفدرالي الأهلي وناظر بركان بالساعة الكاملة الدوري أو المباراة المحلية 30 ألف مشجع في استاد برج العرب واستاد الكاهرة وباقي الاستادات بالساعة الكاملة أنا قدت الزمالك وناظر بركان في الكونفدرالي والأهلي والترجي في دوري الأبطال بالساعة الكاملة ومباراة المحلية 30 ألف مشجع في استاد الكاهرة واستاد برج العرب والساعة الكاملة في باقي الملاعب وده خبر أكثر بكثير من سعيد يلا بينا بقى يلا بينا بقى ارجعوا كده املوا المدرجات وفرحونا وسعدونا وخلوا اللعبة شكلها حلو خلوا كرة القدم شكلها حلو وحشتونا جمهور الكرة وحشنا املوا المدرجات مهم جي بوس انا متطمن مطشي الاهلي والترجي جمهور الاهلي مالي المدرجات عن اخيرة مطشي الزمالك وانهضة بركان جمهور الزمالك مالي المدرجات عن اخيرة مفيش علاق من ده انا كمان متعشم بنرجع تاني جمهور الكورة يملى المدرجات في المطشط بتاعت الدورة والمطشط المحلية خد بالك حتى مع زادة الجماهير لعشرة وخمستاشر وعشرين الجمهور ما بيملاش الساعة دي في معظم المباريات يعني ايه يعني مثلا مثلا يعني الاهلي لاعب نادي مش جماهيري الزمالك لاعب نادي مش جماهيري مش هتلاقي الساعة كاملة الاهلي لاعب نادي جماهيري ممكن تلاقي المتاح كامل لا انزلوا استمتعوا يا جماعة انزلوا استمتعوا فرقتكم في المدرجات احنا عدنا فترة الناس باقي تستمتع على السوشيال ميديا تقعد تعلق وتشتم وتنتقد وتزع وتفرح كل ده على السوشيال ميديا في بوست او تويت على على مواقع التواصل الاجتماعي انت ما تعرفش في ييل ما يعرفش متعة المدرجات انزل استمتع ولعب دورك انت كمان كمشجع في دعم فريقك ان هو يبدع في ارض الملعب والله متعة المدرجات دي لا تضاهيها اي متعة اخرى لو ما جربتش جرب انا مش بدعيك انك تروح تساند فريقك انا بدعيك ان انت تروح تستمتع وتجرب متعة المدرجات ببساطة شديدة لو جربتها مرة او عيدك هتبقى عايز كل المباراة تروحها في الاستاد في ناس طبعا الاستاد ده بيتها كده مش محتاجة اللي انا اقولهم روحوا الاستاد لكن في ناس تانية ما عرفتش اصلا ان المدرج ده حاجة ممتعة جدا نم لبقى المدرجات استمتع بقى واسمع اغاني واسمع مزيكة وكل مشجع او كل جمهور يشجع في الايته ويقعد يغني ونسمع الاغاني الحلوة ديت معلش انا عارف ان الحاجات دي ممكن تقول لي يا عم ما بيحصدش في اوروبا او ما بيحصدش في كل العالم الكلام ده بس معلش يا سيدي انا بقولها لك اهو يعني رجاءا يعني شجع في الايتك خليهم يفرحوا بتشجيعك انت اكتر ما يفرحوا ان انت بتهاجم فرقة تانية شجع في الايتك وهم بفرحوش لما بتجمد فرقة تانية بفراش معاهم انت كان مش بتحفزوا اصلا يعني شجع رجز في الايتك ونطلع على المدرجات عفاكرين زمان زمان الناس اللي عاشت فترة التسعينات والتمينات واموما قبلها يعني كان الجمهور بتاع الاهلي والزمالك دول كانوا يخرجوا من المدرجات جمع بعض يعني واحد لا بيشرت الزمالك واحد لا بيشرت الاهلي وماشي جمع بعض لا حد بيدايق حد ولا حد بيزع لحد ولا بيحد بيغلط في حد وراحين احنا روحنا كلنا استمتعنا واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر استمتعنا خارجين من المدرجات مبسوطين اللي احنا حضرنا المصرحية او المباراة دي انبسطنا خلاص وخلصنا ومشينا اهلي والاتحاد اهلي والاسماعيلي الزمالك والاتحاد الزمالك والاسماعيلي المحلة سلام على ملعب المحلة ده والحماس اللي فيه من الجمهور وكل حتة بقى كل فرقة جمهرية